سلام عليكم سيدتي سادتي مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أدو فيف أصدقاء وفاميلا أتمنى لك تكونوا بخير وتكونوا لخير وأنها عد السنة الجديدة تخلي لكم صحة وسلامة اليوم معنا ضيفة مغنية لأول مرة معنا ضيفة مغنية في البلاتو جاسمين مرحبا بك جاسمين رب يخليك شكرا بزيف وشكرا على قول الدعوة الحضرة بالعكس مرحبا تبارك الله عليك جاسمين أنا دي لغي واحد لابتت بخيزنتاتيون الناس اللي يكتشفوك معنا اليوم جاسمين ترونسيتها مزيان جاسمين صحيح هي مغنية مغربية وممثلة أيضا بمشاركتها في سلسلة ولا الدرب وحتنسو لك علىها من بعد بعد النجاح أغنية قلبي ضاع والدهب حر آخر أغنية دي الجاسمين اسميتها ساكن عيوني من كتابة محمد المغربي وتعليف أميرة زهير مرحبا بك مرة أخرى معنا لاحبتك شكرا أول سؤال دي ما عندي هو وش صابة بيخير بيخير الحمد لله بيخير الحمد لله شنو تقدريش قولينا على الأغنية الأخرى دي لك ساكن عيوني ساكن عيوني أغنية مغربية خفيفة ستيل جديد عليها أول مرة أغنية ستيل داكو أنا دائما كنت أغنية ستيل الرومانسي شي حاجة كسنتيمونتال كنت أغنية ستيل هذه كنت جديدة عليها شي حاجة خفيفة شبابية خفيفة وهذه دخلة في إطار مشروع ديالك اللي بغتي تجربة دي تندنس جداد كل مرة كنحاول نقلب على ستيل جديد باش نعرف راسيش من خط غادي نكمل فيه داكو داكو وحنا دي نزيلونك أنتري ساوليك في هذه الحلقة هذي وراكيشتيدة بالبودكاست مخاليف على الراديو مخاليف على التلفازة يعني كناخدوا راحتنا داردارك الله يبارك فيك شكرا بدأ في مدينة الداربيضاء اياك حاليا حاليا أصلك ماشي مني navni لا لا داكو داكو انا تطوانية اا تحيي الناس دايالشمال نزيل تطوان الله يبارك مخد excluded اسين كنتمتلي الجهادة الشمالية معنا في داربيضاء مراحبا بيك مراحبا بإك شكرا كنت قلت تتMeze مع راسك يمكن له كين شي حاجة في الغناف وكين نقدر المنح للناس صوت جديد ومجيور جديد في الساحة الفنية مريبية البداية ديالي كنت كان نعمل ديكافر هكا كان أول مرة بديت ديكافر في يوتيوب هكا بقيت كان نعود أغاني نيم شهورين ديال فنان مشهورين ومزاف الناس شجعوني وبديت يعني جا تكشي تلقائي كنت ديما كان نغني غام عرصي هكا في الدار كعجبني نغني داك الناس اللي بغوا يشوفوا الكوفر لولين ديال كدخلوغي يوتيوب برعديش كشي شوف كشيتو صعب يلي بغتي سبعة سبعة ديكشي جديد لاخد خلينا رايشي وحيدة حس كنت كان صورون في الدار وكنت كان في الفيديو ديالي عملت واحد الحيط ودرت فيه بحل واحد صبغتو دكشي كان زع ما بي شوية انا متأكدك بزعب ديال شعباب وشابات مغربة ديالقاء رصم فيك حسرا كشبدا بحالك شوية بشوية الناس كبدوا يشجعوا فيك وكتلقى راسك كتبارك الله دوستي شي خطوات كبار كتبارك الله كتبارك نسولك على حيط دابة كلها فنان وكلها فنانة وحنا كنا نهضره معهم كديما كتلقى عندهم شي أمثيلة اللي يدازو وبس موف صحة فنية مغربية وليها تقدر تكون الصحة العربية غاية مشي بدروري مغربية انتي عندك شنو وش عندك دي موديل ولا شي فنانة اللي انتي بنسبها لك ميتال لك اللي كتشادي بهم فمسيرة ديك نقدر نشوف الخطوات شيف الناجح مثلا وتبلد كيو ونحاول نتبعها ولكن ماقدرش نقول لك عندي آيدل ها كنتبعه حيث كل واحد ووالا يعني ما عندك شو حد الميتال واحد صافي لا ميمكن تاخد شوية من هنا شوية من هنا ولكن واش أمتيلا في صحة المغربية ولا الصحة العربية جوش كاين بغير دبا نبدأ معك لسوية ديال تمثيل العاكتينج وحيث راح شفناك فرمضان اللي فات لأول مرة في شاشة أول مرة أول مرة ندخل ونقف حدا كاميرا ما كنت عارف حتى شي حاجة على التمثيل يعني حتى كيفش كيركبو ذاك شي كيفش كي وقفو حدا الكاميرا كل شي كان جديد علي ولكن كنت فرحانة بزف كنت متحمسة وفرحانة بزف وكنتخيل على أن نرى هذيك المخريج هو اللي يدار معك واحد الخطوة بشأنك صافي دووزك من الغنال التمثيل وخاصني دروري نشكره يا سين فنان اللي عطاني هذي الفرصة أنا نتلمعه فنانا كبار يعني وصابقيني بالميدان وابعده أنا من جيتي إحنا يا إحنا كنا متفرجين أرى ذاك شي كان تبارك الله يخالي بالله يبالك فيك كان ذاك شي ناضي وجوز طمو وش بانسؤولك وش كين دبا يعني بيسكوت جريبة كنت ناجحة ووش عندك شي معلومات على شي أدوار اللي قدر يكون في الفتور جاني عرضي الفين داكو ولكن ما زل ما يعني ما زلت تلدبار غير لوفق يعني غير هادر وصافي اللي سنة 2023 إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وملاق داشي تقوليني شوية أكثر إليه إحنا رواختي نعرف الخبايا إحنا خبني يكمل إحنا خبني يكمل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وعن توقع احنا رادي نتبعوك في انستغرام ونتبعوك في غيزو السوش فيسبوك يعني تالناس اللي كانوا معجابين بجسمير هذي تلقعوك الجديد داكو إن شاء الله آخر سؤال على دومين ديال الأكتينغ هو كنظن على أنك تكوني واش أنت مرتاحة يعني بينسيون أنت مرتاحة أكثر في الغناء ولكن إلا جين القارن ما بين هاد الجوج الفنون حيث دراع فن وهدافا شنو الفرق بالنسبة لك أنت مورا تجري بدل تمثيل وجري بدل الغناء شنو فرق بينا شون بالنسبة لك الفرق بالنسبة لهم أن الغناء أصعب آآ داكو كثير المجال الفني يعني من ناحية ديال الغناء صعب بثاف على التمثيل يمكن يمكن إذا هادرنا معي شي ممتشيل هو يقول تمثيل يقدري يجي أصعب لا كممارسة كتب المجهود كبير ولكن كنهضر لك أنا كصناعة كصناعة أصعب في المغرب كنهضر في المغرب بيانشو باش تخرج كليب أصعب لأنك تمشي تمثيل في المغرب قدم للغناء وحد التمثيل كرحسب حالي كتكوني يعني بغيتي ولك راجي كتكون في فرقة كتكون فرقة ما الغناء كتكون كترب وحدك نتاو المناجر ديالك كتكون إدارة في التمثيل كتكون إدارة أنتنا ما عليك غير تعطي عندك حوار ديالك وعندك الحوار عندك ناس كيديرو بزرق في الغناء خصوصا أنا أنا في مخريج رحناك نديرو كل شي كنصورو كنمونطيو بخير دبعا نتاو نهار ديالك لديل ديال شنو هدي خراج في الكليب كل شي تفاصيل كل تقدريت تقوليني إنه شي طرائف تراولك في شي كليب مزاف بحل دبعا مثلا نهار ديال الكليب ما كيكون شي أغتيت مثلا أنا ما عنديش مدر أعمال كيكون مدر أعمال كيكون هو اللي قايم بكل شي صونتا كتمشي كتدخلت صور وصافي أنا لا أنا كن خاصة نوقف على شنو هذو كلي معي شنو غادي يلبسو الإضاءة كل شي كل شي كو شي كنوقف عليه أنا كم قتب على العارض أجي أجي حيد آه صامتا وأنا كنت تقولش كعلى الأفلام في سنة 2023 واش تقدريش تقولينينا على أعمال غنائية في 2023 واش مازال كاين كاين إن شاء الله كاين إن شاء الله واحد العمل اللي واعر بزاف غادي نكون نبدل تطلمو لديك شي اللي قدمت قبل كامل غادي تكون حلا نقوله بداية اختار ساكن عيوني ها 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 يكون فيه شوية الموسيقى ديالو شوية إسبانية زوينة بزاف وأغنية صراحة وعربة بزاف وأنا متفائلة فيها بزاف إن شاء الله إن شاء الله ده بحيد اللي حطت في هذا الخبرة كلها اللي جمعت في هذه السنين كلها هلا كل مرة كان زيت شوية كان زيت شوية وجمعتهم فاد الأغنية وإحنا الله إلا شو وقتين نسمعو إن شو وقتين إن شاء الله كما قلت لكم رأى إنستغرام في سبوك جاسمين هتلقوا في عليك على المسجد جاسمين مروكو أوفيسيال كديروا إنستغرام سمي دابنية الإنستغرام يحيط عندي كان واحد إنستغرام وطالع سميته جاسمين مروكو كان دون في واحد وهو مشي ديالك مشي أوفيسيال دبعا من غير أنا أخصي مشيو الكون ديالك خاص لحور يديروا لي من الناس اللي كديروا داكو داكو كانتو معرفتو جاسمين مروكو أوفيسيال كمسا ما تلفو داكو وعيش دابنتي تجري بديالك في الغيناء شنو الرسائل اللي كتبغي الدوزي أنس ماما بإيقظم فالأوني داستكن عيوني وش عندك شي رسائل الناس اللي مكتفرجو فينا ما بمعرفي شكرا كنا وحد المفاجأة بالأغنية وخامش مناش القيطار ولكن ما كنتش عارف كماش مشكلة أعطوكم هذا الهادية أكا بيلات تسمعون هذه وقبل ما ندلون هذا إذا كانت عندك رسالة من الطرف هذه الأغنية وتبغي تتوزيها يعني تتعوب الأغنية وقلت لانترى خفيفة يعني ليس بالضروري تتعمق فيها لا كتتر لأنا وانا كان بغي وخانت ما عندك شدي القصة دي فعلك هذه القاعدية سنضر كيف 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 لا 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 وصلنا النهاية للحلقة عندك عندك كارت بلانش قبل الأغنية إذا بغيت دوزي ميساج للناس برومو فين يلقى الأغنية في يوتيوب في يوتيوب ساكن عيوني في يوتيوب روك جسمين مرحبا مرحبا بك مرحبا المستوى كلنا في الهوى الساوى شكرا مرحبا 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 ولكن هذه كانت الهدية للجسمين للبودكاست والناس اللي متابعين للبودكاست شكرا بزا بزا على الإهداء هذا نتمنى لك مزيد من التوفيق إن شاء الله والنجاح فالسانة اللي جاية يخطو الصحة الصحة أهم حاجة مع كورونا رجعت غدا ترجعين الله يحفظ الله يستر ما بغينا كنا نسينا يلا تفكينا إن شاء الله نشوفكم أحسن اللي أحسن إن شاء الله نحن نبقى متابعينك في انستغرام وفيسبوك وبiénسو نشاء متابعين أصدقاء وفاميلة معارفين تكونوا الفيديو القصيرة في تيك توك وفي انستغرام والفيديو القصيرة على يوتيوب شكرا بزاف على التعليق دي لكم هذي كش بغي نقول لكم شكرا بزاف وما تنساوش أن هاد حلقة هذي كانت مقدمة لكم بشراكة مع تلك وإن شاء الله نطلقوا من هنا وحد جزء أشهدين إن شاء الله سلام عليكم شاو